إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة لنعرف الكديم سنقوم بتحليل البيتكاين لكن قبل البدء بتحليل البيتكاين أولا ندعكم إلى الشراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تأخذوا للإسم ولا الصورة مقلدين هناك نصاب كتورين تحلون شخصيتكم كنوا حاضرين حتى لا يتم النصب عليكم هذا هو الرابط تضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نشارك معكم فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا وشهاجاتهم صوت وصورة ولا بأس أن نشارك معكم بعض الأرباح لهذا اليوم لاحظوا هنا هذا الأخي حقيق 495 دولار من هذا بيب 179 دولار فت 77 دولار لاحظوا ماتيك 128 دولار شيبة 98 ماسك 124 جاسمي 100 دولار 388 من الإيتريوم دوت 158 قالة 113 مانا 85 382 أبي 660 دوتش كون 187 دولار أرباح قوية جدا لاحظوا كمية الأرباح كلها صفقات ناجحة كلها صفقات ناجحة 100% لاحظوا ويوجد فقط الأخضر هذا بفضل من نقدمه من علم لاحظوا كذلك هنا يقول العلم يعرف الكذب لاحظوا أبي 100% نير 888% لاحظوا هنا كذلك الإيتريوم 317% غالة 190% 114% جاسمي الإيتريوم 317% ماسك 154% شيبة 110% 482% من البيتكوين 86% من ماتيك 109% من فت 107% بيبي 126% الأخ منوار في الإيتريوم كذلك هنا من الأخ منوار يقول الحمد لله على التوفيق ولما عرفتنا بأستدنا وعلى السبرال مبروك أخي 151% بالإيتريوم 188% 359% من رون الأخ حسين ويقول تعليماتك يا أكبر بيك بوي بروفيسور ويسام مرحبا أخي لاحظوا كذلك 363% 322% منوار 92% بالإيتريوم ويقول معكم يا أصدقاء يا إيلة الصدق يعني 117% إيتريوم لاحظوا كذلك هذا الأخ رون 161 دولار عبيت 102 دولار جاسمي 132 دولار بيتكون 159 دولار لاحظوا كمية الأرباح التي نشاركها معكم كذلك يكونها ما تيك 104% 138% 130% 130% 130% بيتكون لاحظوا كمية الأرباح أرباح قوية جدا جدا نشاركها معكم يوميا هذا يتبط قوة ما نقدمه من علم لذلك لا تحكي تريد أن تحكي الأرباح في كل الأسواق هذا هو العرض لمناسب أمام عينكم ترون الأرباح نشاركها معكم يوميا ولثنوات هذا العرض قوي ومتكامل لذلك الناس تحقق بيات الأرباح لماذا؟ لأن به جزء نظري لهو الفيديوهات المسجلة هذه الفيديوهات تعطيك 30% مما تحتاج التقنية والإستراتيجيات والمنطق والتعليل الموجه والـ يعني ما هو يعني نظري ثم ما هو تطبيقي الذي هو قناة التحليلات اليومية وهي السبب في كل هذه الأرباح التي ترون تعطيك 70% مما تحتاج لكي تحترف تداول كل هذه الشباب الذين ترون أرباحهم هم مشتركين في قناة التحليلات اليومية وحصلوا على ثلاثة أشهر اشترك أكيد لما اشتروا العرض يعني هذه القناة بها أسرار غير موجودة في الفيديوهات وبها المفاتيح التي تجعلك تفهم الفيديوهات دون قناة التحليلات اليومية لن تفهم الفيديوهات لأن أمر متسلسلة ومتشابكة مع بعضها كذلك تحصل على ثلاثة أشهر مجموعة النقاشات تتابعة لقناة التحليلات اليومية بها خيارة لمتداولي لدي يجاوبونك لأسئلاتك تتابعونها معك وشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم أكدت تتعلم تطبق وتحقص الأرباح في نفس الوقت إن كنت جدا في تعلم في كل الأسواق فوريكس أسهم مواد أولية كريبتو كل الأسواق التي بها متداولين نحللها هذا العرض فقط بـ 177 دولار أقل بعشرة أضعاف من سعره الأصلي لا تضيعوا العرض اشتركوا رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط الغتالي يتواصل مع المباشرة الخاص أنا الذي أشعر بك تبدأ رحلتك نحو الخمسة من مرابيحين وتبتعيد على الخمسة وتسعين من خسرين لا تنسوا تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتثقيفه مئة بالمئة لا نعطيه لنص إحمالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغط على زر الشرعية والبيع فأنت المسؤول المسؤولي تنتام مع قراراتك قناة كل ما نطلبه منك وأن تراقب تقارن تشاهد وإلى أجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عرضنا وإلى دوراتنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم لاحظوا مع إخواني البيتكوين كسرنا القمة اللي هي مستوى 68900 دولار تقريبا أو 69 أردولار ممتاز الآن البيتكوين الغين السيناريو رقم واحد تتذكرون السيناريو رقم واحد اللي هو تقفيل ثم السعود الغينها بخير لدينا السيناريو واحد فقط اللي هو السيناريو رقم اثنين وش هو هذا السيناريو قلنا طالما يعني طالما كسر هذا القمة فهذا يعني أنه هذه الموجات قوية نحتاج إلى تقفيل لها في المستقبل لكي يبحث عن السعود لكي يبحث عن السعود للمدى الطاوي لكن هذا لن يمنعني لن يمنعني من إذا وتيحت لفرصة أنا بحث عن السعود وبالفعل هذا الذي قمت به وبحثنا عن السعود والعائلة كلها كما ترون بحقيقة أربحة قوية من البيتكوين ومن العملات طيب آخر فيديو تحدثنا فيه عن البيتكوين قلنا نتبهه حصلت على فرصة للبحث عن السعود من أفضل منطقة ممكنة وبعدها كسر هذه القمة حاولت وقلت هذه الموجة الأخيرة هي صعدة على شكل WXYXZ WXYXZ إذا كان هذا هو النموذج expanding طيب إذا ما كان هذا هو النموذج إذا ما كان هذا هو النموذج وكان هذا نموذج لوحده contracting لاحظوا معي هذا النموذج إذا كان هذا يكون هناك نزول لتقفيل يأتي الموجة في مرحلة ما هكذا كرانين للصعود وستبقى نفس البنية WXYXZ فقط هذا contracting لوحده تلاحظون لأننا لا نتوقع contracting إذا نحن دائما نقول أن contracting قد يتحول إلى running وقلنا أنه ممكن يكون هذا هو الرانين لكن لاحظوا هذا الصعود كيف هو هذه موجة متدبدبة تلاحظون فبالتالي قد تكون ربما قد نحصل في مرحلة ما على تقفيل لها الموجة قبل الصعر إذن الناس التي ضيعت الفرصة الأولى يمكن استغلال الفرصة الثانية إذا وتيحت فرصة هنا إذا وتيحت فرصة هنا إذن يا إما البيتكوين الآن يا إما البيتكوين الآن لأنه على المدى الطويل قد يستمر في الصعود لمدة طويلة يعني ما قصده هو أنه هذا التقفيل ليس بالضروري أن يأتي الآن هذه الموجة تقفيله يأتي الموجة ليس بالضروري أن ينزل الآن بعد كسر القمة لا ممكن نستمر في الصعود ثم بعد ذلك وهي سعاد ثم بعد ذلك يعطيك تقفيل ثم يطير ممكن لذلك أنا الآن break even ولن ألمسه لن ألمسه سأترك السوق ولدي يخرجني break even لأن هذه فرصة قوية لن أضيعها طيب الآن كبنيا هذه الموجة الصعيدة هي على شكل WXY WXY زيادة في الزخم إذا حصلنا على X يمكن بحث عن الزد WXY X زد يمكن بحث عن الزد لكن متى سنحصل على X لو أعلم لا أعلم لذلك أي فرصة أبتحت للصعود سأبحث عن الزخم الآن كما قلت كما قلت هذا هو أكبر تصحيح في هذه الموجة إذا هذا يلغى إذا هذه موجة واحدة هنا إذا كان هذا هو التصحيح إذا كان هذا هو التصحيح فهذه موجة نحن الآن في الزد في أي لحظة قد يبدأ تصحيح كبير أو نعكس في الاتجاه في أي لحظة لأنه بنية مكتملة WXY X إذا ما كان هذا هو التصحيح وكان هذا ستتغير البنية قليلا عوضا أن يصبح هذا هو النموذج سيصبح ربما قد يستمر ثم يعود يعطينا هذا هو النموذج وستبقى هي نفسها WXY XZ WXY لأنه متساويا XZ سنبحث عن Z وبعد Z قد نحصل على تصحيح كبير بصعود آخر أو نعكس في الاتجاه ذلك نعكس في الاتجاه والتقفيل الذي تحدث عنه له هذا هذا تلاحظون إذا الآن بنسبة لي طالما ليست إشارة للتخفيل سنبحث عن الصعود كذلك لا تنسوا هذه الموجة هي على شكل WXY كذلك مع زيادة في الزخم قد نحصل أولا على هذا التصحيح لكي تكتمل بنية هذه الموجة يصعد لكي تكتمل بنية هذه الموجة ثم بعد ذلك قد نحصل على هذا التصحيح WXY XZ لكي تكتمل بنية هذه الموجة كذلك ثم بعد ذلك نحصل على التقفيل هنا لذلك قلت أن البيتكون ممكن يستمر في الصعود ممكن يستمر في الصعود وهذا التقفيل قد لا يأتي إلا بعد أن تكتمل هذا الموجة أولا على الفريم 4 ساعات ثم هذا الموجة على الفريم اليومي مثلا وبعد ذلك نكمل هذا التصحيح على الفريم الأسبوعي إذن هذه تكامل الفريمات كل فريم يكمل آخر كل تصحيح يكمل الموجة اللي فيه اللي قبله موجة الدافعة تلاحظون إذن الآن نحن في قمة موجة دافعة لا يمكن التداول الآن هنا بيتكون لا أستطيع التداول الآن خلال سلاحة الفرصة إذن إذا أردت تداول البيتكون الآن أحتاج إلى تصحيح واضح تصحيح واضح إما تصحيح مساوي لهذا أو تصحيح مساوي لهذا لأنه أي تصحيح يعني أتحدث عن التداول على المدى الطويل أما السكالبين يمكنك أن تتداول السكالبين عندك استراتيجية لذلك أنا لا لا أقولك لا تتداول السكالبين تداول لكن أنا أتحدث عن المدى الطويل يعني تلك الفرص التي سيكون فيها حركات مثل هذه موجهة هكذا هذه موجهة هكذا هذه موجهة هكذا تحتاج إلى تصحيح لأن ذلك التصحيح هي تلك الفترة التي نسميها فترة الراحة دائما يكون هناك فترة راحة قبل أن يتحرك المستربوم دائما تكون هناك فترة راحة قبل أن يتحرك المستربوم الآن هل عندك فترة راحة لا فبالتالي الفرصة راحت نسلتي ستتبقى يعني بالبحث عن الصعود. هنا ليس هناك صعود الآن خلاص. انت راحت عليك الفرصة. اذا تدولت هنا انت تستدول بأحاسيسك. لاحظوا اين حاولنا نستغل الفرصة نحن هنا. ومع هذا نحن متأخرين. لاحظوا كنا قد استغليناها هنا. ومع كسر على القمة لما يخرج الارباح. لانه عرفنا ان سيبدأ هناك تصحيح اكبر. مع الاسف لم نستغل هذا الصعود. لا عفوا استغلينا هذا الصعود. ولكن لم نستغل هذا الحركة. خرجنا. والان اقول لبيتكوين. يا اما ستستمر في الصعود. وهذا بنسبة لي ممتاز. ممتاز وبنسبة لي الى ممتاز. او او قد تقفل هادموجة هنا. هكذا. وكذلك سنبحث عن الصعود لمرة اخيرة لكسر هذه القمة. ونضعه بريكيفن ونتركه. لن المساه. انا الان البيتكوين لن المساه. لانه ممكن يستمر في الصعود. يعني لا اعرف الى اين قد يتوقف لكن ممكن يستمر في الصعود. فقط اتمنى ان يبتعد عن انتقال دخولي. الناس التي ضيعت فرصة. يجب ان تنتظر تصحيح. لانه لاحظوا. ساعد صحح ثم ساعد. لا يمكن ساعد ساعد ثم ساعد ثم ساعد ثم ساعد ثم ساعد ثم ساعد. احتاج لها تصحيح. وإلا قد تدخل يساعد قال انت فا بوم ينزل. لان نريد هذا. لان نريد هذا. اوكي? اذا حسب بنية بنية الموجة الصعيدة هاته. يا اما تصحيح مثل هذا يا اما تصحيح مثل هذا. وهنا. لكي يبحث عن الصعود مرة اخرى على الاقل لكسر القيمة. لكن لا تنسوا احتاجوا الى تقفيلات الموجة لكي الغي هذا البول باك. اذا في المستقبل احتاج الى هذا التقفيل. لكي يبحث عن الصعود. لكي يصبح هذا هو تصحيح كل هذه الموجة. ويلغى هذا البول باك. متى سيحدث؟ لنرى متى سيحدث. الله اعلم. لكن انا دائما سابحث عن هذا التقفيل. هل هذا ما نعني من البحث عن الصعود؟ لا. لان لدينا استراتيجيات لكل السيناريوهات. ونستغل ونستطيع استغلال كل السيناريوهات الممكنة. وهذا ما لا يفهمه الجميع. عندما اقول لك ان هناك احتمال ان ينزل البيتكون ليقفل. انا لا اقول لك انه سيقفل الان. لكن في المستقبل. مما يعني انه اذا تحتد فرصة للصعود سابحث عن الصعود. ستقول لي هو انت قلت انه سينزل وانت اشتريت. وانا اشتريت على المدى القاصر. لكن على المدى الطويل. احتاجهم ع لأن هذا النزول. ا zmianحبان على المدى طويل. هناك فرق بين الاستثمار على المدى الطويل والتدول على المدى القاصر. وبالتالي هناك اختلافات. يجب ان تفهمو هاته الامور. هنا لا يمكن نحلل على المدى القاصر. لان ادارة نحلل لك على المدى القاصر. كل دقيقة يجب أن نحلل. ولا يمكن لا يمكن أن أضع لك 170 ألف فيديو في اليوم مستحيل بالتالي نحن نحلل يوميا وعلى المدى القصير ممكن كما قلت ممكن تستمر هذه الموجة في الصعود أكثر ممكن تستمر في الصعود لكن على المدى الطويل إذا أردت أن أستثمر بقوة في البيتكوين أحتاج أن يعود السعر يعطيني هذا الراني لكي أبحث عن الصعود من هنا غير ذلك خلاص أنا البيتكوين حاولت استغلالها من أفضل منطقة بالنسبة لي حتى لو كنا متأخرين لبعض الشيء لأننا ضيعنا هذه الفرصة هنا لم نبقى فيها معلسف أخطأنا أتحدث عن نفسي لكن الطلبة هنا كما كان لازال موجود هنا وسأتركه لأننا ألمسه إذا أصعد واستمر في الصعود بهذه القوة ممتاز ممتاز نحن نحقق ربح يا إخوان نحن نحقق ربح لأننا نتحدث عنكم الناس الذين ضيعوا الفرصة يجب أن ينتظروا أن يكون هناك تصحيح واضح أتمنى أنكم فاهمتم الأمر كان هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس إن كنتم كذلك فالزروا لايك اضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو استغلوا هذا العرض تريد أن تحترف تداول أي سوق كيفما كان هذا هو العرض رابط الشراك متبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي الصندوق بالرسل لهذا الفيديو كذلك والرابط ضغط علي تواصل معي مباشرة الخاص أنا الذي أجاوبك تبدأ راح تكلم على خمسة بمئة رابحين وتبدأ على خمسة وتسعين بمئة الخاسرين لا تنسوا كذلك اشتراك في قناة تيك توك الجديدة هذا هو رابطها سنبدأ قريبا إن شاء الله بطهيبات تحلي العملات التي ترغبون بها مباشرة بحول الله تعالى لا تنسوا أن تفجروا لايكات دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو ولا تنسوا أن العلم لعرف الكذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله بعد انهاء دورتي الـ Price Action والتحليل الموجي أحبت أتشكرك أخو سام على كل شيء قدمت النيابة لدورة حقيقة أنه قبل الدورة كان موضوع التداول هو يعني شيء مش مقنع بالنسبة لي وكان عبارة عن trend lines دعوم مقاومات صراحة مبني على الحظ بعد ما سجلت الدورة واخدتها وفهمتها طلعت الأمور غير هيك وطلعت الأمور أنه التشارت هو لغة لغة بواحد بيقدر يحللها وبيقدر يفهمها وبيقدر يتنبأ لسعر شو اللي رح يصير فيه بالسعر لإشي لقدام بشكل دقيق جدا طبعا بالآخر هو سوق ممكن ممكن الأمور تختلف لكن الأمور اختلفت كثير من ناحية وحبية تشكرها بكل قلبي حبيبي وسام أنا عماد من عائلة العلم ليعرفي الكذب شكرا لك